ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال الرجال قوامون على النساء بإيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا يعني قوامة الرجال كده مش بيبقوا خلاص انت رجل وخلاص لا منك مكتوب ذكر متزوج في البطاقة؟ لا تشخط وتنطر وتعلي صوتك وتشرط عليها؟ لا يقول لها أنا هنا رجل ببيت ها؟ الرجلة يعني تبقى تشيل ها؟ أنت بقى أنت لها تشيل لي مش أنا لا عارف تكفي بيتك تتحمل المسئولية مش بفلوسك وبس فلوسك عقلك مشاعرك تعملها كويس وبعدها تبدأ تتكلم عن طلباتك بعد كده ناخد وندي ونتفاهم ده مفهوم الدين عن الرجولة للأسف فيه رجالة كتير ما بيشوفوش غير الليهم يتخنقوا لو المدام قصرت ها؟ حبه واهتمامه الشياكه في البيت وابقى لابسه ها؟ ها؟ أسهل جملة ليه؟ فوقي لنفسك أنا ممكن ما بكرة تجوز عليكي طب وبالنسبة للستة بقى ما هي إنسانة برضو بنا قادمة بتحس عندها حتاج للحب ومشاعر وكلام الحال وإيه؟ يمكن أكتر من الراجل كمان بنحب نسمع يا أخي مين يجيب لها حقه؟ لو كان جزء عديم المشاعر ما بيهتمش أنا ما بقولش إن شايماء موفد نحن نعفيها من المسئولية مش بحاول أبرر غلطها لأنه دي غلطة أنت مسكتي عليكي غلطة وأنا مقدرة جدا أنك بنقدمة وعندك احتياجات وإيه 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 فرق كبير قوي بين التبرير والتفسير إحنا أنا في قصة حقيقة مش دورنا نحن نمسك العصاية ما بنجليدش حد قد ما لازم نحترم لحظات ضعفهم لأنهم جمع طرفولنا ويمكن نكون بنوعي الناس نحاول زي ما بنقولهم كده أنتوا غلطانين نشوف وندور على سبب الغلط جي منين جي ليه يا شايماء بداية الغلط في قصتك قبل ما تكون من جوزك كانت عندك من وقت ما اخترتي أن أنت تتعندي أهلك مسكتي بواحد ملوش مستقبله عملي يسقطو مش مهتم مستقبله بس أنت عملتي إيه لبستي فيه جوزتي زي ما بيقوله مريت الحب عامية أو زي ما بتقول دراسات كتير أن الإنسان فعلا لما بيقع في الحب زكاءه بيقل عارفين المعلومة دي بيتصرف تصرفات كتير بلوق غبية سازجة لدرجة نهو لما يركز كده بالليل أو يركز مع نفسه في اللي قاله أو في اللي عمله في موقف دي وليه وإيه أنا كنت بعمله ده وأنا إزاي حملت كده وأنا قلت كده قدامه إزاي بس ده مش معناه إن مشاعرنا تتحكم فينا لدرجة نهو تلغي عقلنا وتسوقنا بدلا ما إحنا لنسوقها دي كانت أكبر غلطة ارتكبتها يا شماء لما لغيتي عقلك طب ماشي اتدلقتي وحبتي وتجوزتي والسنين عما لا تثبتلك إنهو مستهتر ما عندوش تحمل أي مسئولية ولا عندو حتى بربع جنيه طموح زي ما بيقولو مش مهتم بيكي ما بيتغيرش كنت دخلي أهلك وأهله ما وصلتوش لحل طلقت يمكمل اللي بعدين تعليلي هن العميل اللي تعرفتي عليه ده سمحتينه إنهو يعبر لك عن حبه مش طبيعي وإنتي ست متجوزة من فعش واحد يقولي أنا بحبك وفرحانه أنت بتنجحي وأنا متجوز تمين يا ابن أنت حتى لو هو مش عايز منك حاجة زي ما قال تصدقي هيحفظك الكتاب هتتفرجه على الرسومات هيقولك كده ليه حتى لو ما حصلش حاجة زي ما حلفتي وقلتي الفكرة في حد ذاتها مش مقبولة زي ما يقولك تمسكي عليه غلطة عليك أنت ليه تحت أي مسمى وأي مبرر من أول ما قالك بحبك وتحطتي نقطة العلاقة بيننا الشغل اللي بعد إذنك فعش أكتر من كده لكن أنت قاعدة معافكة فيه وعشاء عمل بس صحنا منتكلم في شغل لا يبقى جوزك عارف ما معاكي حد تبقى رايحة قاعدة قدام الناس كلها بس معاكي حد لأن أنت ست متجوزة أنا بقى عندي فضول أعرف بعد ما اتطلقتي كده يطرى بقى جي العميل ده اتقدم لك اللي كان بيحبك وفرحان وفخور بيكي طب أخته اللي عرفها بيكي بقت صاحبتك لسه صاحبتك عموماً يا شايماء أنا ما أقولكيش ندمي لأنه واضح أن أنت مش ندمانة قد ما أنت متغازة أنه هيبدأ من جديد متغازة أنه يقف على رجل وأنت لأ متغازة أن أهله هيجوزوه صح؟ عشان كده هتفضلي تروحي لده كاترة وده كاترة وده كاترة وده كاترة لحد ما خلاص تنسي كل اللي حصل حصل أنت موقفة حياتك كلها عند الغلطات دي في الآخر من كلنا بني قدمين محدش معصوم من الغلط مفوض اللي ماريتي بيه ده يخليكي أنضج أقوى أسكى زي ما نجحتي في شغلك تشهرتي كبرتي إنجحي بقى فطريد تفكيرك بقى يا شيخة بقى وأنك تتحكمي في قلبك ومشاعرك عشان بعد كده تعرف تختاري صح؟ دلوقتي أهله بيجوزوه ودلوقتي عايزين يدروا فلوس شفتي ودلوقتي اشتغل فوقي لنفسك فوقي هنبكي على رحلة وفيش حاجة اسمها أنت اللي خلتني أعمل الغلط وإنت اللي خلتني أقتلك فيش حاجة اسمها كده غلطتي بس مش مهم كنت ضعيفة دلوقتي لازم تفوقي وزي ما سمعت كلام دكتور حمودة فقرة اللي فاتت هو مستعدي يساعدك وسمعت كلامي دلوقتي مش راديالك البهدلة خلصنا قصة وخلصت قومي كملي كملي ما قدمناش حل تاني في عيال في شغل في مستقبل وبيعرفيني العميل اللي كان بيجيب لك شغل كتير دل عمل اين جري ولا لس بعطلنا أنا عايز أعرف وأنتو كمان بعطلنا على فيسبوك، انستجرام، تويتر، واتساب بعطلنا هنا في قصة حقيقية وأستنكوا في قصة جديدة بس تكون قصة حقيقية باي باي